مرحبا بكم متابعين من جديد تتم للدرس السابق الشكل والتطبيقات الكتابية نعم كنت قد قلت في بداية مكوّل الإملاء أننا سأدمج المقطعين معاً لكن اتصل بأحد الأصدقاء وهذا من مساوي التصوير بالهاتف نعم فاضطررت إلى قطع التشجيل فلا بأس نتمم هذه الحصة لأننا كنا لم نبدأ فيها بعد هل أن أتذكر أذكر أنواع الأفعال وأقدموا مثال لكل منها قد قلنا أننا الفعل الصحيح والفعل المعتل هذه النوعين اللي كنا نقرنا في مكوّل الصرف وتحوي إذن عندنا الفعل كيف الخططة اللي جهزت لكم مثلاً عندنا الفعل الفعل نوعين الصحيح والمعتل الأنواع دياله كان الفعل الصحيح فيه المهموس والمضعف والسالم بالنسبة للفعل المعتل عندنا الفعل المثال معتل الأول الأجوف معتل الوسط والناقص معتل الآخر هو في النوع الرابع اللي هو اللفيف المفروق والمقرون بالنسبة للمفروق قلنا غمسم يديه لهم فروق يعني حرف العلة يجي واحد في الأول وواحد في الآخر بالنسبة للمقرون كيكونوا ملسقين يعني إما في الأول يعني جوج حرف العلة في الأول أو جوج حرف العلة في الآخر بالنسبة نعتيو مثال طلبوا مننا أننا نقدموا مثال لكل نوع نعم فعل مهموس مثلا أخذ هذا فعل مهموس أخذ يعني أخذ سأل قرأ رفقنا وغيرها من الأفعال المضعف قلنا هو ما كان حرفه من نفس النوع مثلا إحنا هذا غير مراجعة مدى عدى سدى وغيرها من الحروف بالنسبة للفعل السليم الفعل السليم قلنا هو ما خلت حرفه من الهمزي والتضعيف مثلا خرجة مثلا لعبة شريفة وغيرها من الأمثلة نعتي لكم ثلاثة الأمثلة بالنسبة للفعل المثال مثلا هو ما كان معتل الأول مثلا وقف هذا معتل الأول الأجوف مثلا نام فعل نام فعل ناقص مثلا في الآخر مثلا ثم اللفيف المفروق عندنا مثلا وعا وبالنسبة للفيف المقرون مثلا طوا هنا مفروق الواو والألف المقصورة يعني واحد في الأول واحد في الآخر والمقرون هو ما مرة الواو والألف المقصورة هذا بالنسبة للسؤال الأول ثم أحدد حركة الإعرابية لخبر كان وأخواتها أخواتها نعم شنية الحركة لالخبر إذا ضفنا كان وأخواتها للجملة كنا قرنا هنا إلى قرتي معايا أن بقي المبتدأ مرفوعا وأصبح الخبر منصدا بمعنى أن كان وأخواتها عندما تدخل على الجملة الإسمية فهي ترفع الخبر ويسمى اسمها وتنسب الخبر فيسمى خبرها إذن الحركة هي النصب تصبح منصوبا يعني الخبر يصبح منصوبا تفقنا الآن تقلو الأفهم عندنا أكتب أصل كلمة مذهلة الأصل دي الكلمة مذهلة هي كلمة أذهلة أصلها هي أذهلة أذهلة أصل الكلمة ثم عن ماذا تحكي رواية يمة عن ماذا تحكي رواية يمة هذا الرواية هذه أو أمه عما تتحدث نعم حكى فيها الكاتب المهاجر عن معاناة أمه مع المرض إذن هذا هو الجواب السؤال دي معاناة أمه تتحدث عن معاناة أمه مع المرض ثم أنتقلوا الآن للسؤال الموالي أنقلوا على دفتر ما تحته خط في النص ثم أشكله وقبل ذلك عندنا في النسخة القديمة عندنا سؤال إضافي بالنسبة للي عنده النسخة القديمة أتخيلوا سبب إصابة الأم بالشلل مطلوبنا أشن هو السبب للأم مشلولة أصبحت مشلولة مثلا وحي حدث مثلا نفترضوا سقوط الأم مثلا من الدرج ونطلبوا الله يحفظ الأباء دينا والأمهات دينا وأمات المسلمين جميعا يا رب وأباء المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغربها يعني هذا غي حادث مثلا كنفترضوا أنها مثلا وقعت في الدرج مثلا وقعت لها الشلل أو بسبب أحد الأمراض الله ينجينا وينجي المسلمين جميعا ثم أشكلوا أنقلوا على دفتر ما تحته خط في النص ثم أشكلوا نعم هذه العبارات أو هذه الجمال اللي مكتوبة اللي تحت منها خط مطلوبنا نقلوها لدفتر دينا وعاد نشكلها وأنا سأشكل معكم في الكتاب المدرسي ولكنتم مشكلوا انطلاقا أو في دفتركم نعم هنا الكلمة الأولى زرت المعرضة الدولية دولية للكتاب فوقع بصري فوقع بصري على رواية يم إذن هذه بالنسبة للجملة الأولى ثم الجملة الثانية إنها إنحناءة هذه همزة وصل هذا يعلم بني الدرس أن الهمزة الوصل إنحناءة علش إنحناءة لأن هنا إن هذا ناسخ حرفي وها اسمه إنحناءة هذا الخبر إنحناءة تنصب الخبر يعني إن تنصب الخبر وترفع المبتدأ العكس دي الكنوة أخوتها الشيء اللي هنتعرفو عليه الترس المقبل إن شاء الله إنحناءة عرفان لكل الأمهات اللوات نعم هنا كذلك همزة الوصل وهنا يا اللوات نعم ملكهن الحزن لهجرة أب أبنائهن إلى أوروبا نعم وبهذا كنكونون تهين من الشكل نعم هنا يا كامل هذه الحروف عندهم حروف المد يعني ما كانش كلهمش منكيكم معهم حروف المد ثم أخيرا أصحح إنجازي نعم بتعاون مع صديقتي وأصدقائي وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا إن شاء الله بكل جديد وألقاكم في الدرس المقبل إن شاء الله فنكون التعبير الكتابي تلخيص نص إخبار الحصة الأولى وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر